اشتركوا في القناة هناك علم إخواني وإخواتي اسمه علم الكونيات كوزمولوجي علم اسمه علم الكونيات هذا العلم أصالة يبحث في الكون في نشأته في مصيره في طبيعته في تمدده وأشياء قريبة من هذه المباحث الهائلة الضخمة بحسب علم الكونيات أيها الإخوة وهو علم يجتمل على أكثر من نظرية حول نشوء الكون إلى الآن أرجح نظرية وأمتع نظرية في ميزان الوزن العلمي إيه الآن نظرية تعرب بنظرية الانفجار الكبير أو الانفجار العظيم بيك بانك ثيري نظرية الانفجار الكبير ملخص وحاصل هذه النظرية أخواني وأخواتي أن هذا الكون سأحدثكم الآن بسرعة عن سعة هذا الكون باللغة العلمية الكون لا يمكن أيها الإخوة أن يقاس أو يتكلم عن مقاسه إلا بما يعرب بالسنوات الضوئية لا نتكلم بالكيلومتر ولا أيه بالمائل ولا أيه بأشياء من هذه لا يمكن إنما بالسنة الضوئية لماذا؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلومتر يعني يستطيع أن يلف الكوكب الأرضي أو الكوكب الأرضية ثماني مرات تقريباً إلا قليلاً في ثانية حين أقول كلمة الله يكون قطع الأرض أو دور حولها ثماني مرات في ثانية طب بعد دقيقة أين يبلغ الضوء؟ الله أعلم بعد ساعة بعد يوم بعد سنة بعد ألف سنة بعد مليون سنة بعد مليار سنة وقد يسأل سائل منكم وهل في الكون؟ أمداء وفضاءات يسبح فيها الضوء مليار سنة؟ في الحقيقة نصف خطر الكون لو تخينا الكون على أنه كرة نصف القطر أيها الإخوة من المركز إلى المحيط أي خط مستقيم وكل خطوط مستقيمة لكن خط مستقيم هو نصف القطر نصف القطر يساوي 13.7 مليار سنة يعني الضوء ضوئية طبعا مليار سنة ضوئية الضوء عليه إيه؟ أن يظل يعدو بسرعته 300 ألف كيلو متر في الثانية 13 ألف مليون سنة و700 مليون سنة حتى أن ينتهي من نصف قطر الكون ونصف القطر الآخر نفس الشيء 13.7 مليار سنة عجيب طبعا عمر الكون وهذا لطيف أيضا يساوي 13.7 مليار سنة مش مليار سنة ضوئية مليار سنة ضوئية نقيس بها إيش؟ المسافات لكن الزمن يقاس بالسنة 13.7 مليار سنة لماذا؟ لأن الكون حين انبثق بهذا الانفجار الكبير وظل يتمدد بسرعة الضوء لذلك عمره يساوي نصف قطره عمره يساوي إيه؟ طبعا هو إنفجر في كل مكان في كل مكان يذهب إذا كان بشكل كرة إذن لابد أن يكون كل نصف قطر يساوي 13.7 مليار شيء مذهل ومحير يعني ليس حجم الإنسان حجم الكرة الأرضية كلها بالنسبة للكون لا شيء لا يمكن أن يذكر بعض العلماء شبهوا بأنه مثل حبة رمل من رمال الكرة الأرضية الأرض مثل حبة رمل والكون هو الكرة الأرضية ويلاهي در الشاعر العارف الذي قال يوما تمردتي تمردتي يا نفس فوق الأرض فاهدأي ولا تذهبي في العجب كل مذهبي فما أنت إلا ذرة فوق متنها وما هي إلا ذرة في الكواكب الإنسان مجرد ذرة فوق الأرض والأرض مجرد ذرة في الكون فما أنت إلا ذرة فوق متنها وما هي أي الأرض إلا ذرة في الكواكب الحجيب إخواني وإخواتي وهذا أعجب ما ستسمعونه الآن بخصوص هذه المسألة العلمية العجيبة واللافتة أن الكون قبل 13.1 مليار سنة ماذا كان حين انفجر كان شيئا صغيرا جدا 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 واحد يقول لي يعني قديس صغير كم صغير أصغر مما تتخيلون بمعنى أننا الآن لو أخذنا شعرة من شعر رأس أحدنا ونشوف عرض هذه الشعرة مش طولها العرض عرض هذه الشعرة يمكن أن نضع فيه 300 ألف ذرة تسمعون بالذرة الأتم والأتمز ذرات لو أخذنا 300 ألف ذرة ثلث مليون ذرة متجانبة ذرة إلى جانب ذرة ذرة إلى جانب ذرة 300 ألف ذرة يمكن أن تغطي عرض شعرة الرأس أو أي شعرة منها الآن يوجد أشياء في الذرة أصغر بكثير من الذرة الذرة تعتبر عملاقة وهو ما يعرف بالدقائق الذرية جسيمات دقيقة جدا جدا وصغيرة داخل الذرة منها شيء اسمه البروتون البروتون من مقاس 1 على 10 أس 13 يعني هو جزء من 10 تريليونات جزء من السمتمتر لو قسمنا السمتمتر إلى تريليون جزء يعني إلى ألف مليار جزء جزء منه فقط هو البروتون 1 على 10 أس 13 واضح؟ الآن هذه الصدمة علماء الكونيات يقولون الكون قبل 13.7 مليار سنة كان كله كل هذا الكون كان مقبوضا يقبض ويبسط كان مقبوضا أو مطويا في حجم صغير جدا من رتبة 10 أس ناقص يعني 1 على 10 تكون أوضح 1 على 10 أس 33 من السمتمتر يعني كل 12 تريليون كل 12 صفر فأشوف أحد يعني جزء من تريليون تريليون هي 24 وعندنا غادة إيه؟ 9 معناها جزء من مليار التريليون التريليون جزء من السمتمتر كل الكون كل الكون هذا بنصف قطر 13.7 مليار سنة كان في حجم شيء ولذلك قال بعض علماء الكونيات يا أخواني لنكن متواضعين قال وصادقين الكون كان عدما نحن نتكلم عن العدم هذا عدم شيء من رتبة 10 أس ناقص 33 سمت ولذلك أيها الإخوة وانفجر طبعا حصل الانفجار وبدأ يتمدد هذا الكون إلى أن يصار إلى الحجم الذي نعرفه وذكرناه الآن أكثر من مرة القرآن الكريم يقول أولاً يرى الذين كفروا والعجيب أن الكفار هم الذين أثبتوا هذه النظرية وأتوا بها أولاً يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقاً شيئاً منضماً متضاماً ملتحماً كانت رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي إنها نظرية الانفجار الفتق يعني أو الرتق القبض والبسط الانفجار العظيم البيك بانك ثيري يقول علماء الكونيات طيب هذا الكون كان مقبوطاً ثم أبسطه الله بالانفجار العظيم وهل سيظل مبسوطاً أو يبسط إلى ما لا نهاية يرجع علماء الكونيات ألا سيصل إلى حد معين يحاولون حسابه وكلام حوله معقد جداً ثم بعد ذلك سيتوقف ويبدأ أيها الأخوة في الانقباض من جديد وتسمى هذه النظرية بنظرية الانهيار العظيم نحن نسميها الانقباض العظيم بيك كرانش ثيري يعود الكون ينقبض شيئاً فشيئاً فشيئاً إلى أن يعود كما كان قال عز من قائل في آخر سورة الأنبياء واللافت أيضاً أن سورة الأنبياء هي السورة التي وردت فيها الآية الكريمة أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْخًا فَفَتَقْنَاهُمَا في آخر سورة الأنبياء يقول تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد إذن هو قبض ثم بسط ثم قبض إنه عنوان مربوبية كل شيء لله تبارك وتعالى كل شيء مربوب لله تبارك وتعالى ما في شيء لا يوجد إخواني وأخوتي شيء بدأ كبيراً وهو كبير كل كبير أيها الإخوة مخلوق الله بدأه الله من شيء حقير وصغير جداً جداً الدوحة العظيمة الإنسان حتى الكون نفسه بدأ من شيء صغير منزور حقير ضئيل ثم صار كبيراً ثم يعوده الله تبارك وتعالى بقدرته وقهره صغيراً عنوان ربوبية الله وعنوان مربوبية الخلائق من عرش الكون والوجود إلى فرشه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً هذا طرف يسير أيها الإخوة وفق ما اتسع له المقام والزمان أسأل الله تبارك وتعالى أن يفض علينا من معارفه وأن يجزل حظنا من عوارفه وأن يتقبل عنا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كان سارا وأن ففتقناهما وجعلنا من الماء أولئك كل شيء حي أفلا يؤمنون